من هذه الناحية أن الناخب الوطني واللعبين وخاصة الطاقم اللي راح يوظف لعبين ويخمم مع السفارية ويخمم مع شكون يوظف وهذه بالنسبة لينا في المقابلة تعالى الموزنبيق أحسب رأينا نحترمه طبعا الناخب الوطني نوعا ما تسرع في تغيير اللعبين في شوت الثاني مثلا نخرج ثلاث لعبين تخمم على المقابلة تعالى الموزنبيق حسب رأينا نقدر نخلي اللعبين يزدي لعبوه أربع ساعة أو عشرين دقيقة باش نمركيوا أكتر عدد ممكن من الهدف نكونوا مرتاحين باش نبدأ نخمم على المقابلة تعالى الموزنبيق لأنه في شوت الثاني سجلوا علينا هدف ايطر مخالفة أو ركنية على ما أدر بلاريتي وأن فرق صغيرة تقدر تسجع لك هو في بلاريتي دخلنا نوعا ما شوكوك ممكن تملها الناخ الوطني يقولك أنا كنت خمم على الموزنبيق ودرك رأينا في حيرة تخلشك الحمد لله سجلنا الهدف الثالث وهذه المباريات تحت ثلاثة أيام وتلعب مقابلة مع السفرية الإفريقية صعبة صح السفرية في حداتها هو تمارين شاق كأنك كأنك تدير تمارين من ناحية البدنية عندك تبدل جهد كبير تبغي ثمانية سوية أو تسعة سوية ما الانتدار في المطار ما متحب ترقود ولا تدي معك باش الكمفورت على غافيون ما يعوضلكش وكي ما ترقود بصيفة حبيت تخلط